قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة فقد آتاه الله تعالى أموالا ضائلة وكنوزا ضخمة بلغ من ضخامتها أن الأقوياء من الرجال كان يثقلهم حمل مفاتيحها ولكن عدو الله بغى وتجبر وخرج عن طاعة موسى عليه السلام فقال له بعض قرابته ناصحين له محذرين لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أي لا تفرح بلذات الدنيا معرضا عن الدين والعمل للآخرة فقال قارون رادا لنصيحتهم إنما أوتيته على علم عندي ولم يزل قارون مستمرا على عناده وبغيه وعدم قبول نصيحة قومه فرحا بطرا قد أعجبته نفسه وغره ما أوتيه من الأموال فخرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة وتجمل ظاهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتها تمنوا أن لو كان لهم مثل ما أعطي فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ولما انتهت بقارون حالة البغي والفخر وزينت الدنيا عنده وكثر بها إعجابه بغته العذاب فخسف الله به وبداره الأرض جزاء من جنس عمله فكما رفع نفسه على عباد الله أنزله الله تعالى أسفل سافلين هو وما اغتر به من داره وأثاثه ومتاعه فما نصر ولا انتصر وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون